في ختام هالحلقة يمكن قدامنا شي دقيقتين يعني كل هاي التساؤلات اللي انت بتسمعها كخادم عبر السنين لو تحطها في قالب واحد وفي صيغة واحدة ايه اللي ممكن عاوز تحكي او تجاوب كل المتسائلين يعني انصح اولا بالاخلاص ان يتوفر الاخلاص لان ربنا مش هيعلم فكره ابدا لواحد ليس عنده اخلاص الحاجة التانية عندما تستشكل امامك صعوبة حقيقية لا تتوقف استمر في القراءة فستجد الاجابة ربما بعد سطور قليلة يعني احيانا الاية بتبقى صعبة ولما بمشي بتلت اربع ايات بعديها بلاقي حلها جه اذا علينا ان لا نتوقف علينا ان نتحل بالاخلاص فالله لن يعلم فكره لشخص يعني عاوز يثبت فكرا عنده فربنا سيسيبه العماء لان هذا يخفى عليهم باراداتهم خليهم لكن المخلص ربنا لابد لابد اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال اللي جايين بروح الطفولة الطفل قد يسدق ابوه مهما قال له لانه لا يمكن ان ابوه يكذب وكذلك الله لا يمكن انه يكذب